طيب امبارح انطلقت مبادرة فحص المقبلين على زواج امبارح كنا بنكلم دكتور حسين عبدالغفار وكان بيحكي لنا على فكرة الشروط الجديدة او الشهادة الجديدة المطلوبة لكل اتنين مقبلين على زواج اللي لازم يقدموها علشان اصلا يوثق عقد الزواج اللي هي فيها مجموعة من الفحوصات خاصة بقى احنا شوفنا بفيروس سي وفيروس بي وفحص للدم شامل وعدد كبير جدا جدا من الامراض اللي لازم يتم عمل تحليل لها واثبات اذا كان الشخص مصاب بيها ولا لا ده كله اتكلمنا عليه امبارح ايه المشكلة نهاردة المشكلة انه عندنا عدد من الناس او انه فيه ناس قراردي كانت مفروضها تتجوز في هذه الفترة واحنا امبارح لما سألنا الدكتور حسين عبدالغفار قال لنا انه الورقة دي او الشهادة دي بتاخد تقريبا 15 يوم طيب الناس اللي قراردي خلاص وفروض هتعقد قرارنها او هتتجوز في الايام اللي جاية هتعمل ايه معنا مين في القصة طيب معنا الشيخ اسلام عامر نقيب المأزونين شيخ اسلام اهلا بحضريتك شيخ اسلام اهلا بحضريتك شيخ اسلام اهلا بحضريتك ايه باي حضريتك يا بسر ايمان ايه الاخبار يا رب تكون بخير فضل ونعمل الحمد لله وشكل ايه اللي حصل دلوقتي ما بين انه في شهادة مطلوبة من وزارة الصحة تقدمها علشان توسيق عقود الزواج والناس اللي كانت اتفقت بالفعل على موعيد محددة لعقد القرآن هو كان الاشكالية بش في يعني احنا اولا بمسكو الرئيس الجمهورية للمبادرة الجميلة اللي كانت للشعب المصري كله صغير وكبير المخبيرين على الزواج اللي خوفوا على اولاده اولاد اخواته والشعب المصري بأسله المهم فكانت المشكلة ان في ناس محددة موهيد عقد قرآن وزفاف يوم الخميس والجمعة القادمة والخميس والجمعة اللي بعدها فمدة استخراج الشهادة 14 يوم معنى ذلك ان القاعات اللي اتحجزت والنوادي اللي اتحجزت اصبحت بقت ضايع على الناس فالناس بدأت تحط المأزون هو المتسبب في عدم اتمام الزيجة طب انا جات لتعليمات ان انا مكتبش كبب الكتاب الا جموجة بالشهادة الجديدة تمام بناءا عليه طب انا الى وزارة العدل ووزارة العدل افادت ان لازم يجي منشور من وزارة الصحة تقول ان الشهادة القديمة اللي تم استخراجها قبل يوم 26 فبرايل 2023 يكم التعامل بها ما دامت سارية لان مدة صلاحيتها 6 شهور يعني المشكلة تحلت المشكلة تحلت ما فيش مشكلة اصلاح خير وزارة الصحة ويعني اشكر معالي الوزير واشكر الدكتور حسن عبدالغفار المتحدث الرسمي انه هو عاولنا وسعيدنا واصدر جواب المعارضة موضح لمشاعد الوزير لشؤون المحاكم بالافادة انه يتم العمل بالشهادة الطبية ما دامت انها سارية تمام فاذا ما فيش اصلا مشكلة لانه الشهادة الجديدة لان تعيق الزواج كان فيه بس تحلت سريعا انه خلص يقدروا يستخدموا الشهادة القديمة طالما سارية لغاية ما ده يتم احلاء تبدلها بالشهادة الجديدة من تجارب حضرتك الناس عموما ما كانش بتهتم بالشهادة القديمة كلنا عارفين انه سهل جدا جدا الحصول عليها ده لو حصلوا عليها اصلا طيب هل بتعتقد انه هيتم الالتزام بالشهادة الجديدة ستكون مهتمة انها تروح تعمل هذه التحاليل او انه حتى ده انا هوضح لك نقطة يثاب المرقى رغم هام تاني انا النهاردة الحكومة او الرياسة او وزارة العدل او وزارة الصحة جابت لي حاجة هكون حلوة وهطمئنة على حال مصحتي يبقى ايه المشكلة فيها ولذلك تعداد الناس اللي راحت مبارح عدت اه ارجعوا لوزارة الصحة كان مكبير على مصطوى جمهورية والنهاردة نفس النظام هو المقبل على الزواج هو لما هيطمئنة على حاله وهي هتطمئنة على حالها ما حدش هيقدر يمنع حد من الزواج احنا بنقوله انت عندك واحد اثنين ثلاثة تعالج نفسك انت عندك واحد اثنين ثلاثة تعالج نفسك هل لو عنده حاجة هنقدر انعه من الزواج وزارة الصحة ولا وزارة العدل هي تزوج بس يبقى عنده علم بما لقوا من امراض طيب سؤال بقى حدرتك برضو بنعنا على خبرتك هل بتعتقد انه شهادة بهذا الشكل انها دخلة في يعني فيها عدد من التحليل الخاصة تقريبا اهم الابراد هل تعتقد انه حاجة بهذا الشكل قد تؤثر على قرارات البعض في اتمام الزواج ولا من خبرة حدرتك انه لا طبعا 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 اكيد اكيد يعني انا قاسف يعني انا لما الهجاجة اجاوز ابني وابني هيطلع مش هيخلف البنت الناس هتوسط انا بتعرف اذا كان اذا كان هي فيها حاجات عن العقم كمال؟ اه طبعا عنده شكر عنده اي حاجة بتعمل نفسي اي حاجة يبقى هنفكر الف مرة عشان ما يبقاش فيه ارتباط زوجي يتم نهاية بانفصار يبقى هتحد من عملية الطلاق يبقى حتى الاولاد اللي هيجوا من خلال هذه الزيجة يبقى يعني ايه؟ مش هيجي اي المعارقة مش هيجي اي عنده امراض دراسية يبقى هنفكر الوزارة الصحة او الان عامل او الاجهات الممت بيها اصدار تلك الشهادات او عمل التحاليل هتوضح لراغب الزواج ما هي حالته الصحية يبقى بالتالي هنهد من المشاكل الاسرية اللي موجودة نعم مشكورك شيخ اسلام عامر نقيب المقدونين شكرا جزيلا خلينا نروح سريعا ل